السلام عليكم. اهلا بيكم حبيبي في فيديو جديد. وحنكمل مع بعض الجزء الثالث من مفرش الوحدات. ان شاء الله اه المفرش يعجبكو. ومنش مع بعض اللاكي جنب بتاعكو. اه مشاركش معي اشترك عشان يوصل له كل جديد. ويستمتع معانا في فيديوهاتنا. اه ان شاء الله هنبدأ مع بعض اه الجزء اه التابت. تمام? اه معكم اه جيهان ودي قناتي. يلا بنا مع بعض. انا هنا عملت اتناشر واحدة من هنا. وبكامل الفيديو بتاعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تمام? انا بس غيرت الخلفية عشان تبقى وضحة شوية فيه اللون الغامل. الخلفية السوداء بتبقى اه مش وضحة قوي. فانا غيرت كمان اه نوع الخيط اللي باستخدمه. حسيت النوع الخيط اللي استخدمته قبل كده في الجزء الاول والتاني. حسيته خفيف ومعطنيش الصمك المناسب للقطعة بتحتي. فانا استخدمت اه دلوقتي اليزا اه بشوية متماسك مع ابرى رقم اه اتنين ونص. اهي. مش عارفة واضحة ولا لا. اه الخيط مناسب ليها. ممكن كمان تستخدم خيط اصغر اه ابرى اصغر من كده. لو حابة يبقى شوية ماسك نفسه اكتر من كده. تمام? عملت الاتناشر وحبت اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وانا بعمل الخطوة واضية. بلف الشغل وبعمل خطوة المنزلقة دي لغرض معين ان هو يبقى الجزء اللي هو بارس معي بالشكل ده. شايفينه? الجزء ده اللي بارس معي في الرسمة هنا. اللي هو دوت. الجزء اللي بارس ده اللي عامل بروس. كده زي ما انتم شايفينه? البارس ده لما بعمله لو عملته من غير ما اعمل الخطوة دي. بيبقاش بنفس الاتجاه ده. بيقلب الاتجاه التاني. فانو بعمل الخطوة ديت علشان ارجعه تاني نفس الاتجاه. بيبقى كلهم وش واحد. اعمل خمسة. خمسة وبعمل منزلقة هنا. وبعمل خمسة. خمسة. بعمل منزلقة. تلاتة اربعة. خمسة. منزلقة. اربعة. خمسة منزلقة. تلاتة اربعة خمسة. ومنزلقة. تلاتة اربعة خمسة منزلقة. تلاتة اربعة خمسة منزلقة. خمسة منزلقة. واحد اتنين ترية اربعة خمسة. بعمل منزلقة. بشكل ترية اربعة خمسة. منزلقة. واحد اتنين ترية اربعة خمسة. وفي اخر قوس هنا اللي هو في العمود هنا اللي انا عمله في الاخر بعمل المزلقة بشكل. بطلع واحد اتنين تلاتة. وبلفي الشغل وباجي الاتجاه دول. وبدخل في الاتنين هنا. وبعمل خمسة عمود بلفة. جوة الوحدة بتاعتي. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بشكل ده. وبعدين باخد في الوحدة التانية بطل. وعمل خمسة همود بلفة. تلاتة. اربعة. خمسة. بشتغل. الخمسة بتوعي. لغايد اخر الوحدة بتاعتي. تمام? بكملهم الخمسة الوحدة الاخر وهرجع لكم دين. كده خلصنا الخمسات بتاعنا والوحدات. تمام? وهنبدأ للوقتي السطر الورا. بنعمل اخر حاجة في السطر يدود. بناخد الابرة وبناخد في الفرق دود. بناخد عمود بلفة. بالشكل ده. تمام? بنطلع سلسلة. وقبل ما نمشي نحدد مكان الغرزة اللي بعدها. وبناخد الخيط بالشكل ده. وبنتلع منها مزرقة بالشكل ده. نعمل غرزة والغرزة اللي وراها. احيي. بنجي نعمل ندخل فيها بالشكل ده. وناخد غرزة. وهكزا لغايد اخر السطر. تمام? بالشكل ده. احيي. هنكمل لاخر السطر. وصلنا لاخر السطر خالص وبعدين اخلنا في الغرزة الاخرانية بتاعت السلاسل دي. وعملنا مزرقة بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نعمل الغرز اللي بتبقى في الخلفية. بنطلع واحد. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبنبقى بدل دف الشغل. وبنيجي هنا في الجزء اللي هو اللي هي عند الفراغ ده. تمام? اللي هو بين الخمس عمويد والخمس عمويد. بنجي هنا في الغرزة اللي من الدهر دي هنا. وبندخل فيها. وبندخل فيها بالشكل ده. كده. وبناخد وبنعمل غرزة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبنيجي في الغرزة تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبنعمل غرزة حشب. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. غرزة من وراء. نعمل غرزة حشب. نين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. اهي. غرزة بس من وراء بناخدها بنعمل غرزة حشب. نين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. في غرزة. من وراء كده بناخدها نشتغل. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سي فيدي الاسمة بتاعتنا اهي. البرزة دي. اهي. بتاعتنا خمسة. ستة. اگه برو. اربعة. خمسة. ستة. اهي. تلاتة اroundخمسة. ستة. تمام? هنا انا باجي على اخر جزء هنا. فبعمل واحد اتنين تلاتة. ولف الخيط. على اتنين. وباجي في اخر غرزة. اهي. وباجي بعمل عمود. بالشكلة. تمام? شايفين? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بالف الشوء وباجي هنا. فعمل غرزة حشو في النص. تلاتة اربعة خمسة ستة. غرزة حشو في النص. تلاتة اربعة خمسة ستة. غرزة حشو. خمسة ستة. غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. غرزة حشو. تلاتة اربعة خمسة ستة. طبعا انتو لو حابين تكرروا. تلاتة اربعة خمسة ستة. المراحل بتاعتنا مش هزي بنعملها زي ما نعملها. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هعملهم تسعة يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كده تسعة وبعدين بقى واحد اتنين تلاتة باخد الخيط وباجي هنا قبل الاخيرة سدي وعمل سدي في النص هنا وعمل عمود بلف. تمام? احي. بطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ولا في الشور. بدخل عمل غرصة حشو. ستة. حشو. بتكلم على المراحل دي. اللي هي واحد اتنين تلاتة اللي هي الواحدات ديت. الفراغات دي لحب يستعمل لي واحد اتنين تلاتة انا عمرت واحد اتنين تلاتة واحد اتنين اربعة او خمسة انت زي ما انت عايزة بتكبري الواحدة بتاعتك زي ما حسب الرغبة طبعا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة رجزة حشو. تلاتة اربعة او خمسة ستة رجزة على حشو. نفات ات نعمل تسعة. نباضي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كده ستة واحد اتنين تريد اربعة خمسة ستة وهنا واحد اتنين تريد اربعة خمسة ستة غرزة حشب شايفين الشكل بتاعي اهو انا هنا سبت اتنين سبت واحدة في الاول وعملت في الثانية اهي بالشكل اده تمام انا كده عملت واحد اتنين تريد اربعة خمسة ستة سبعة بعدين باجي اعمل واحد اتنين تلاتة باخد الخيط على اتنين وبدخل في الوحدة اللي وراها وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده بطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بلف الشغل بعمل غرص الحشب تلاتة اربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ننبص هنا. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اغطاء خمسة ستة. كده ستة ستة واحدات اهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة وبعد يناعمل واحد اتنين تلاتة بخد الخيطة على اتنين ودخل في النص هنا وعمل عمود بلفتين بالشكل اهي الرسم بتحتي دي طبعا بالقلبة اللي بعد اللي بتعيدها اهي بتحمل الشكل المسلس طلعها بالتناقص كده وبتعمل الشكل بتاعنا تمام? بعدين بطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة بلف الشغل وبعمل غزة حشب واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة بالشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده كام? واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة اربعة خمسة ستة اربعة خمسة بعدين تلاتة واحد اتنين تلاتة باخد الخيط على مرتين وبعمل همود بلفتين بالشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بلف الشغل وباقي اعمل غزة حشب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بالشكل ده تلاتة اربعة خمسة ستة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنا بعدين واحد اتنين تلاتة نعمل غرزة حشب بالاخرende سري العمود بلفتين تمام كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة may في الشوكل. ولكن هنا اعمل غرزة حشو. غرزة حشو. غرزة حشو. بعدين تلاتة. ونعمل اخر واحدة. امود بلفتي. ونطلع ستة. وخمسة ستة. غرزة حشو. خمسة ستة. غرزة حشو. وبعدين تلاتة. والعمود بلفتي. تلاتة. بلف الخيط وبصفل بالشكل ده. وبعدين بلاقي واحد ادنية ده. والخيط على لفتين بعمل. بالشكل ده. وانا واحد ادنية تلاتة اربعة. ستة. بلف الخيط. وباقي اعمل غرزة حشو. تمام? اي داتة. وممكن كمان. هروح على. كده. غرزة حشو او واحد اتنين تلاتة. باخد الخيط على اتنين. وبعدين اخذوا الاعمل. بالشكل ده. الغرزة بتحتي. تمام? ادي الوحدة بتحتي. قبل ما اعمل التشطيب بتاعي. تمام? اهو. ادي الوحدة زي ما انتم حيثين. تمام? كده. هبدأ اعمل بعد كده ايه العمويت اللي في اه في الجنب ومهم جدا الخطوة ديه ان الوحدات اللي هنا على الجنب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام? اول واحدة احد احشر. الناحية التانية. قد بنى واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر. مهم جدا اللي الخط دوت يبقى احتاشر والناحية دي تبقى احتاشر. طبعا هي مشتركة في الجزء اللي في النص هي اللي تبقى ايه الرقم الاخري. زي ما انتم شايفين اهو. المثلث مزبوط معي. مهم جدا تزبوطي المثلث دوت معاك يبقى شكله متناصق. لو في حاجة خلط يبقى انت حسبة العدد بتاعك غلط في وانت طالعة فمش هيزبط معاك الشكل. تمام? هنبدأ معادي بعد كده. نطلع بالوحدات. داخل نطلع واحد اتنين تلاتة. بنجن عمود. اتنين عمود. تلاتة عمود. كده اربعة. بعدين في الفراغ اللي ورا بنعمل اربعة. تاني. تلاتة. اربعة. تمام? الفراغ اللي وراه اربعة. تلاتة. اربعة. لغاية الاخر بشكل اده. انا اه جيت هنا عملت الاربعة في كل ركن اربعة. وبجيت في الركن دوت اهو. ده ركن من اركان. الاخر الرسمة دي. هنا كده ركن من اركان. تمام? عملت الاربعة. بتوعي اهم. اربعة واحدة. اربعة مويد. وبعدين نعمل اربعة سلاسل. واحد اتنين. تلاتة اربعة. زي ما اتفقنا? ده ركن من الاركان. الركن الاولين اللي هو البداية. وهعمل في اربعة تانية الناحية التانية. اربعة مويد واربعة سلاسل في الاخر. وهنا اربعة سلاسل واربعة مويد. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تمام? باجي هنا ولف الشغل. وفي هنا عمود. باجي اعمل في الفراغ دوت. اربعة مويد. اتنين. تلاتة. اربعة. باجي بابد في الفراغ اللي ووراه وبعمل اربعة عمود بلف. تمام? تلاتة. اربعة. وفي الغرزة العمود هنا. في عمودة هين. بعمل فيها اربعة عمود بلف. اتنين. تلاتة. اربعة. بعمل الشغل بتاعي كده بالضبط. في كل. زي ما عملت هنا. بعمل اه في كل الافرة بتاعي الاركان. بعمل في كل جزء كده. اربعة. لغاية لما جي هنا في الركن هنا. وزي ما عملت هنا. اربعة. اربعة سلاسل. اربعة مويد. بعمل هنا برضو. اربعة عمود. اربعة سلاسل. اربعة مويد. ورجي اعمل هنا. النحية التانية. بعملها بالشكل ده. وبرجي اعمل الاخر بالشكل ده. الاركان. اربعة سلاسل. اربعة عمود. اربعة سلاسل. يعني اربعة مويد اربعة ثلاثة اربعة مويد في كل ركن اركان ده الركن الاول وده الركن التاني وده الركن التالت اللي هي البداية وده الركن الرابح تمام هكمل انا وحبدأ معاكم التشبيك ان شاء الله كده وصلت للاخر هنا وحبدأ ادخل فيه الوحدة الاخرانية وهعمل اربعة عمود ثلاثة اربعة كان فيه اربعة في الاول في نفس المكان هنا بعمل واحد ادنين تلاتة اربعة وباجي هنا في اخر غرزة في الثلاثة الثلاثة الاولى الاخرانية وبعمل غرزة من زرفة بالشكل دي كده انا اخلص الوحدة بتاعتي اهي بعدتلكم شوية الفيديو اهو انا كده خلصت الوحدة بتاعتي تمام اهي ادي دلع ودي دلع التاني ودلع الدالت ودلع الرابح تمام ادي الوحدة بتاعتي منتهى الجمال شايفين تبقى وضحة اكتر هنا عشان خلفية بتبقى فتحة فبقى معاكم الشكل بتاعي الفسمة شايفين طبعا في شوية اه معايا بيمط شوية فانا افضل ان انتو تستخدموا خيط متماسك ما فيهوش اه جزء المطة زي خيط السلسلة هيدي معاكم انا الوقتي مش موجود معايا مش متوفر معايا بس عملتوا باكتر اه حاجة موجودة معايا متماسكة حاولت اعمله بالقطن اه كان اه القطن بتاعي بتاعي التطريز رفيع فطري فهواريكم انا اللي انا عملتها اهي انا عملتها اللون حلو جدا وهاجبني اه في الرسمة اهواريها لكم بس طرية بصوا طرية جدا معايا وما اه ما عطتنيش التماسك المفروض فانا كنت حابة اعمل بخيط اه طري وناعم اه لكن اه الشكل العام ما كانش متماسك زي ما انتو شايفين بالشكل ده بصوا مش متماسكة نفسيها ازاي ديت اهي شوفوا دي متماسكة ازاي فانا افضل ان انتو حتى لو حبيتوا الخيط اه مش لازم تشتغلوا بي اه لما تكون الوحدة محتاجة خيط متماسك شوية عشان تبقى يباني التطريز بتاعي اللي انا عاملاه بالشكل ده والبروز بتاعي اهو شوفوا الرسمة تباني وبقى واضحة ومسكة نفسها زي الخيط بالشكل ده اللي حابب يعمل بخيط السلسلة برضو يعمل بس يكون خيط رفيع وطبعا عشان متماسك شوية وناشف هيبقى يديكي اه الشكل المناسب للمغفراش عشان يدي التربيعة المناسبة تمام هنبدأ بعد كده نعمل في جزء تاني ان شاء الله اه طبعا انت عارفين انت بقى تقيل فهنقسم كمان اه جزء التشبيك لوحده وان شاء الله تستمتعوا معي بالجزء ايه التشبيك يلا بينا مع بعض ان كتابع الفيديو التاني في جزء تاني بازن الله وان شاء الله يكونوا الوحدة عجبتكو والشكل طلع جميل اه اي استفسار او اي تعليق ان شاء الله هردو لكم اه عليه واي استفسار عن اي حاجة محتاجينها في الفيديو او اي حاجة تانية ان شاء الله تتولي في التعليقات وهردو لكم شكرا جدا لكم وإلى اللقاء